أخبارنا النهاردة يهمني جداً أقف مع البوست أو الكلام اللي قاله ريكارد سوارش المدير الفني السابق للنادي الأهلي طبعاً كلام كتير جداً بعد إنهاء العلاقة بين الأهلي وبين سوارش طلع على الراجل وإنه حيصعد وإنه مش مبسوط وإنه في مشاكل وهي الأخراج المبارح حقياً حط بوست على الإنستجرام أو حط تصريح على الإنستجرام أتكلم فيه على النادي الأهلي وعلى الفترة اللي قضاها في النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده وقال نصاً أنه لقد كان فخراً كبيراً أنني مثلت أكبر نادي في أفريقيا نادي القرن أحد أشهر الأندية في العالم وتكلم على إزاي إنه حاول هو وفري العمل اللي موجود اللي كان شغال معاه إنه هما يقدموا أقصى ما عندهم قال يمكن ما نكونش وفقنا في إنه إحنا نحق ألقاب ونسعد الجماهير النادي الأهلي لكن إحنا كنا سعداء بإنه إحنا بزلنا كل الجهد إن إحنا نقدي مهمتنا وشغلنا بأعلى مستويات الدقة والاحتراف والحقيقة إنه ما كانش متوقع وهو جاي من أوروبا لأفريقيا إنه يشتغل في وسط الكتيبة المحترفة اللي سندته ودعمته في كل لحظة كان موجود فيها في نادي الأهلي الموقف ده بينقلني الموقف بيتسو موسيماني في الفترة اللي قرر فيها مستر بيتسو موسيماني إنه بيتعرض لكم من الضغوط مش قادر معاه يكمل مهمته رغم رغبة النادي الأهلي وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده مع حضرتكم في استمراره في الوقت ده وطلع برضو الحقيقة بعد ما تم الاتفاق بين الطرفين بين إدارة الأهلي من ناحية وموسيماني من ناحية على نهاية المشوار والرحلة اتكلم موسيماني بمنتهى الاحترام وشكر كل المسؤولين في النادي الأهلي وشكر جميع النادي الأهلي واللعيبة وكان سعيد جدا بالإنجازات اللي اتحققت في الفترة اللي كان موجود فيها كمدير فني واعتقد انتوا شايفين موسيماني من مدير فني في أفريقيا محدش بيسمع عنه خلال مشواره وخلال رحلته وخلال إنجازاته ونجاحاته اللي بالتأكيد لي فضل فيها مع النادي الأهلي ووصلت سمعته لفين سواء داخل القارة أو حتى بر القارة اللي هنا اللي يلفت نظري واللي بأكد عليه دايما هي فكرة ازاي تنهي تعاقد أو ازاي تنهي علاقة عمل وانت بتحافظ على الاحترام المتبادل دي لغة مش موجودة للأسف بشكل كبير ولكن اتمنى انها تسود مش عايزة قارن بين المواقف دي ومواقف تانية حصلت وشوفنا تأثيرها ممكن يكون ايه على الكرة المصرية يعني يعني أنا آسف والله مش بغبط في حد بس يعني لما نشوف مثلا طريقة انهاء العلاقة بين اتحاد الكرة وكارلوس كيروش ونشوف تصريحات الراجل بعد كده في الميديا العالمية ونشوف بعد كده مفاوضات الاتحاد المصري مع عدد من المديرين الفنين الأجانب وانه كارلوس كيروش بيتواصل معاهم ويحذرهم من فكرة تولي مسئولية او العمل في مصر بأي شكل من الأشكال نحن كمعا نسمع وبالتأكيد لها تأثيرات سلبية كان مهم جدا نبتدي بالكلام بتاع صورش عشان نقام في كل الأكاذيب اللي بتتقال او الافتراءات اللي بتتقال على لسان الراجل في الأيام الأخير